السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض general exercises اللي هي التمارين العامة على units 1, 2 and 3 يبقى يفضل قبل ما تسمع الفيديو ده تراجع التلات وحدات 1, 2 and 3 تمام؟ رقم واحد The doctor space me carefully before he give me the medicine الدكتور ماله بقى فحصني جيدا يبقى examined me carefully تمام؟ قبل ما يديني الدواء before he give me the medicine كلمة investigate يعني يحقق مثلا البوليس كده بيحقق في جريمة يبقى investigate رقم 2 Our company is hoping to expand its business space in Europe شركتنا بتأمل انها expand its business تتوسع في في البزنس بتاحها والعمل التجاري بتاحها نقطة in Europe يبقى خصوصا أو خصيصا يبقى particularly يعني هنا particularly خصوصا أو خصيصا زي بالظبط كلمة especially تمام؟ رقم 3 Children can only stay up late on space occasions الاجابة ايه بقى؟ الاجابة تبقى special occasions تمام؟ يعني ايه الكلام ده؟ الاطفال يمكنهم ان يصهروا لوقت متأخر بالليل يعني في ايه بقى؟ في المناسبات الخاصة طب انا محتاج هنا الخاصة يعني ملكي ولا مناسبة خاصة مميزة الناس كلها بتحبها لا محتاج المميزات او الشيء لما يكون مميز محبوب وهكذا تبقى special لكن private private دي معنها position في ملكية للشيء تمام؟ رقم 4 I not watching a TV program about the gorilla it was interesting الاجابة ببساطة remember يعني اتذكر انا اتذكر مشاهدة مشاهدة ايه؟ برنامج تلفزيوني التفي بروغرام about the gorilla على الغرilla it was interesting كان شيقا كلمة regret يعني يندم كلمة admit يعترف كلمة remind يعني يذكر يذكر شخص يبعاكس remember remember بتذكر لوحده تمام؟ تلقائيا رقم 5 my sister wants to be a teacher she believes teaching is a space career أختي عايزة تكون مدرسة هي بتؤمن ان عملية التدريس هي ايه؟ مهنة ايه؟ مهنة rewarding مجزية او مرضية تمام؟ كلمة superstitious يعني خرافي superstitious رقم 6 the police offered a space for information that would lead to the arrest of the thieves الإجابة ببساطة تبقى reward تمام؟ طبعا أنا بجاوب من غير ما ترجم وبعد كده بعد ما جاوم بترجم على اساس ان لو فيه طالب عايز يجاوب قبل ما ايه؟ ما ترجم يشوف يعني اسمه استعاد تمام؟ the police offered a يبقى البوليس عرض ايه بقى؟ مكافأة مكافأة for information that would lead to the arrest of the thieves لأي معلومات تقود لأيه؟ القبض على اللصوص رقم 7 متحة suggests that his friend not him at his farm in شركيا متحة يقترح أن صديقه يزور في قاعدة بتقول لما تلاقي suggest يقترح بعدها that ممكن نشيلها optional يعني اختياري تمام؟ وبعد كده subject اللي هو الفاعل تمام؟ وبعد كده infinitive مصدر الفاعل تمام؟ يبقى هنا محتاجين visit رقم 8 the show was organized in order to raise money for space يعني العرض تم ترتيبه يعني فيه عرض مثلا مسرحي وهكذا تم ترتيبه أو تنظيمه ليه؟ لكي يوفر مالا أو يزيد مالا raise money for charity ليه؟ للأعمال الخيرية charity كلمة loyalty loyalty يعني إخلاص عملية الإخلاص نفسها جاي من كلمة loyal يعني مخلص رقم 9 this camera can take space pictures الكاميرا دي ممكن تلتقط صور إيه بقى؟ أكيد digital رقمية تمام؟ كلمة fatal يعني مهلق تمام؟ أو خطير internal عكس external يعني داخلي رقم 10 CD rooms are special computer disks which can space huge amounts of information لما أقول إن الاستوانات يمكن التخزين عليها معلومات كثيرة نقول hold تمام؟ hold huge amounts of information لكن الباقي carry أو bear أو stand كلمة carry يعني يحمل شيء مثلا وليقل مادي مش هتمشي أبدا أو ما تمشيش خالص مع المعلومات اللي على الاستوان أو الهارت طبعا هنا hold تساوي store بالظبط store يخزن تمام؟ كلمة bear بقى يعني يتحمل طبعا لها معنى تاني يعني dope لكن كفعل يتحمل stand برضو يتحمل يتحمل مثلا يتحمل حمل يتحمل طاقة ضغط وهكذا نيجي بقى الرقم 11 His employer is pleased with him as his work is always organized يعني بيقول الشخص الموظف هو صاحب العمل is pleased with him مبسوط بي عشان عمله دايما منظم تمام؟ disorganized العكس courageous يعني شجاع courageous شجاع طبعا ملهاش علاقة خالص هنا عمل شجاع ملهاش داعه horrified معروفة what's the matter you space distressed نخلي بالنا في ناس تقولك you feel طبعا يقولك إيه اللي حصل what's the matter ماذا حدث يبدو عليك يبقى you sounds طبعا مفيش sounds يبقى you appear sorry you sound بقى مش sounds مش تاخد s تمام؟ يبقى you appear هنا يبقى البديل ل sound appear يبدو تمام كده لكن فيه اللي عرفك إنه بيشعر هو واضح جدا بيقوله مالك في إيه باين عليك مش هنقول مالك بتشعر بكذا الشعور ما بيتشافش تمام كده the official رقم 13 the official space our passports official هنا يعني المسؤول الرسمي عن شيء مثلا نقط our passports before we boarded the plane فاكنين كلمة board board اللي وحدها لو نول معناها لوح خشب أو صبورة abroad اللي هو في الخارج لكن aboard اللي هو علامات من سفينة أو طائرة فتنفع verb معناها board يعني يركب يركب السفينة أو الطائرة تمام؟ يبقى عمل اللي الأوفيشال ده بقى checked our passports تمام أو فحص فحص الباسبورتات بتاعتنا تمام؟ رقم 14 what experience do you have that is spaced to this position ايه الخبرة اللي معك هنا لا تعد طبعا لين خبرة عمل ايه الخبرة اللي معاك أو الخبرات اللي معاك وليها علاقة بالوظيفة دي position هنا منصب أو وظيفة تمام؟ رقم 15 the new space of the shop plans to renew it as it looks old المالك الجديد بتاع المحل the new owner of the shop plans to renew يخطط لأن يجدده as it looks old حيث أنه يبدو قديما رقم 16 you can use a complicated password to prevent people from space your computer تقدر تستخدم password معقد أو صعب تمام؟ لكي to prevent تمنع to prevent تمنع people from accessing your computer الناس من الدخول إلى الكمبيوتر بتاعك أو الوصول إليه طبعا هتقول ليه مصر إنتر يعني دخل لا إنتر يعني يدخل مكان لباب تمام؟ لكن accessing يعني وصول لحاجة إلكترونية تمام؟ أو بتستخدم password أو شيء مغلق عشان توصل تمام؟ دي إنتر بتفتح على طول ما فيش password ولا في أي حاجة هو مجرد باب نيجي بقى الرقم 17 some websites give people space information to sell valueless products يبقى الإجابة inaccurate بعض المواقع بتدي الناس معلومات غير دقيقة inaccurate information لكي تبيع المنتجات الغير قيمة تمام؟ المنتجات الملهش إيمي يعني valueless products رقم 18 you can search for articles containing a particular space يبقى الإجابة تبقى keyword يعني تقدر تبحث عن المقالات التي تحتوي containing اللي طبعا اختصار which contains تمام؟ بس articles جمع يبقى which contain which contain a particular والتي تحتوي على كلمة دلالية معينة تمام؟ keyword طبعا password معروف معنها a sea word يعني towards the sea يعني في ناحية أو في اتجاه البحر steward اللي هو تسوي كلمة أو قريبة منها كلمة host اللي هو مضيف أو خادم على سفينة تمام؟ رقم رقم 19 رقم 19 رقم 19 يبقى جوجل و الياهو ما لهم بقى مشهولين أو انهم محركات بحس بسيرج انجين تمام؟ وعموما دلوقتي ياهو ما بقتش موجودة في مكان دلوقتي بنك تمام؟ رقم 21 يعني معظم البرامج تحدث أو تلقائيا على الانترنت يبا updated يبا مست صفت وير is updated automatically online رقم 22 يعني كل الرسومات في المتحف المتحف اللوفر ما لها بقى أصلية original ليه بقى كيمة false أو forged معنهم مزيف stolen مسروق صحي ليبقى متحف ليبقى مسروق يعني رقم 23 I always keep a space of the emails I send to my friend يبقى أنا دايما بحتفظ بنسخة a copy of the emails اللي بابعث ها لصحابي رقم 24 She explained space me that she couldn't take the job until January هو عايز يقول هي شرحت لي يبقى تعبير على بعضه واخدينه في المراجعة على الثلاثة وحدات اسمه explain to me explain to me رقم 25 I've looked space many websites but I still can't find the article I want to read يعني أنا I've looked through يعني بحست من خلال مواقع عديدة ولكني لم أجد the article المقال إلا أنا عايز أقرأ رقم 26 He has five children so it is a clear reason space working overtime يبقى لإجابة معروفة reason four بتاخد حرف الجار four لو بعدها إيه اسم لكن لو بعدها جملة هتبقى واي تمام كده فواي هنا مش هتمشي عشان working overtime دي اسم تمام يبقى الجملة دي لو بواي هتبقى زي it is a clear reason why he works overtime تمام كده رقم 27 the company had to give space all the money the customer he or had paid when he returned the faulty machine يبقى give back الإجابة give back يعني الشركة اضطرت إنها ترجع الفلوس كلها للعميل ليه بقى لإني رجحها لإن الماشين كانت faulty نعيوبة فيها عيب يعني أو معطلة تمشي رقم 28 you can't break the space rules about tax paying anywhere يبقى الإجابة government you can't break the government rules of course we can't break the government rules تمام يبقى أنت ما تقدرش تخالف قوانين للحكومة تمام about tax عن الضرائب paying anywhere اللي بتدفع في أي مكان رقم 29 scientists advise us all to use water space or we will suffer many problems يبقى العلماء بينصحونا جميعا to use water لأن نستخدم المياه wisely wisely يعني إيه بحكمة or وإلا وإلا بتفيدك في الترجمة زي otherwise بالضبط وإلا we will suffer سنواجه أو سنعاني من problems سنعاني من العديد من المشاكل رقم 30 these environmental changes are the result of human space هذه التغيرات البيئية نتيجة ليه يطارة ليه السلوك البشري أو النشاط البشري ولا البشر طبعا اللي جابة السلوك البشري أو النشاط البشري لأن لو أقول human beings يبقى المفروض أعمل apostrophe وحط activity board واضح كده يبقى الإجابة activity بس وهيو ما نخلي بالك هنا جاي adjective صفة معناها إنساني رقم 31 he is walking to work as he space his car since last Monday يبقى هو واخدها ماشي بقى للشغل لأنه إيه بقى عربيته ففي عملية حصلت لها نتيجة في الحاضر اللي هو المضارع التام يبقى has sold زاد عندك هنا since كلمة دالة عالمضارع التام رقم 32 I not in the country before my family moved to Alexandria واضح جدا ترتيب أحداث هنا يبقى الحدث الأول had always lived اللي هو الماضي التام طيب رقم 33 when he was young when he was young he space in a small flat هو عموما هنا عندي إيجابتين إيجابة رقم 1 lived إيجابة رقم 2 was living طبعا يبقى نختار رقم 1 لأنه لو عندي إيجابتين صح في ترتيب 1-2 يبقى نختار 1 زائد إن هنا lived أقوى لسببين أول حاجة من جملة when he was young إحنا قلنا عادة في الماضي أو شيء حدث تمى في الماضي يبقى نحط ماضي بسيط دي أول حاجة الحاجة التانية إن الماضي المستمر لما نتكلم عن الماضي بيحصل فترة قصيرة واضح جدا إن هو إيه من الاستثنائيات إن يكون واحد عايش في شقة الفترة قصيرة هو جايز وارد لكن إيه الأكتر إيه المنطقي الأكتر الشائع إنه بيعيش لفترة طويل تمام يبقى لفت أقوى طبعا وهنا هذا لفت مستحيل لإنه ما فيش ترتيب أحداث مش منطقي أو لأنا عشت الأول قبل ما كنت صغير يعني مش جاية ما فيش ترتيب أحداث خالص والمضارع التام لو يوجد له هنا لأي زمن مضارع أصلا إنه بنتكلم عن الماضي رقم 34 بيقول By the time we space to the party most people will have left نركز هنا طبعا مش ترتيب أحداث في الماضي لوجود زمن مستقبل هنا يبقى إحنا قلنا لو في جملة فيها مستقبل زي اللي هي ترتيب الأحداث كده يبقى النحية التانية على طول مضارع بسيط أو تام تمام كده يبقى الإجابة يبقى جيت مضارع بسيط مفيش مضارع تام يبقى بيقول By the time we get to the party يعني قبل ما نوصل الحفلة الناس هتكون مشيت رقم 35 She put on her coat space her bag and lift the house يبقى الإجابة خلي بقى لك put هنا ماضي بسيط ولفت ماضي بسيط وفيه and وإحنا قلنا لما يكون فيه فعل معطوف على التاني بيبقى نفس الشكل والزمن يبقى took ماضي بسيط طب ليه مستقبل هنا ماضي ما تكونش ليه مضارع إحنا قلنا لو مضارع كنا ضفنا S لكن هي ماضي بسيط يبقى محتاجين فعل ماضي بسيط هنا وهنا رقم 36 Ahmed and Sammy space the park to play football They'll be back by 6 o'clock يبقى لسه مرجعوش يبقى راحو مرجعوش يبقى have gone to تمام كده رقم 37 When we sat down for a rest We space already walked more than 3 kilometers يعني لما احنا قعدنا للراحة كنا بالفعل مشينا أكثر من 3 كيلومتر يبقى ترتيب أحداث هنا مشينا الأول تمام يبقى had had ماضي تام sorry sorry آسف هتبقى ماضي تام هنا had لأن فيه التصريف الثالث بالفعل تمام يبقى خلي بالك عشان ما توقعش زي المستر ما حصلت معا بالزبط already هنا موجودة تمام هي بتفرع ما بين had والتصريف الثالث اللي هو وقت رقم 38 I promise I space to you every day when I am away يبقى دواعد يبقى well right رقم 39 after space work we went home نحن اتفقنا بعد after جملة أو حدث أول تمام سواء كان فيه الماضي البسيط أو الماضي التام طبعا احنا قلنا أن الحدث الأول الاحتمال الأول يكون ماضي تام أو الاحتمال التاني ماضي بسيط أو نعوض عن الجملة ب gerund اللي هو leaving لأنه ما فيش فاعل عنده هنا يبقى ما فيش فاعل يبقى leaving gerund اللي هو الفاعل نضاف له ing رقم 40 بيقول my friend's brother space hospital since monday I am visiting him today نركز أو في الجملة دي عشان ممكن نقع فيها هو بيقول صديقي أو أخو صديقي في المستشفى منذ 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 since يبقى نستبعد أي حاجة غير المضارع التام تمام كده يبقى عندي has been in و has been to احنا اتفقنا has been to يعني راح ورجع بس هنا بيقول لك I am visiting him today هزوره النهاردة يبقى لسه هيزوره مضارع مستمر يبقى هو مرجعش يبقى دي غلط يبقى يتبقى معناها has been in وهنا معناها أن الصديق متواجد منذ يوم الإثناء متواجد في المستشفى يعني رقم 41 by the time she leaves the office she space 5 reports احنا اتفقنا الجملة اللي فيها ترتيب أحداث بس في الحاضر بتبقى جملة مضارع بسيطة مضارع تام هو بالفعل قرر هنا مضارع بسيط الناحية الثانية زمن من أزمنة المستقبل بس هنا المنطقي واللي هيجي في عقلك الأول إن قبل ما تغادر المكتب هتكون خلصت خمس تقارير تمام دي الأقوى ليه بقى لأن will be writing إزاي هتكون عملة تكتب في خمس تقارير مرة واحدة مش هتمشي تمام يبقى دي غلط will write على فكرة تمشي تمام على السيسة إن هي مجرد ما تمشي هتكتب بس يعني منطقيا مش هتيجي لأنها تبدأ بقى تعمل حوار يعني هتكتب فين بقى مجرد ما تمشي منها كتب هتكتب بقى تبدأ تكتب أو ممكن تكتب في البيت بس هو ما ذكرش الكلام ده يبقى فيه حوار كده تمام يبقى كل ده مش هيمشي معاى أقوى حاجة will have written رقم 42 my uncle bought a new smart tv yesterday but I space it yet خلي بالك من كلمة yet كلمة دلع مضارع تام المنفي مضارع تام منفي تمام كده رقم 43 I couldn't hear the doorbell as I space in my room أنا ماسمعتش الايه بقى ماسمعتش جرس الباب عشانا كنت بذاكر في حدث كان مستمر ما خلنيش ايه أسمع الجرس I was studying كنت أذاكر 44 at 12 o'clock next Saturday خلي بالك at يعني في الساعة 12 يعني في الوقت ده يعني الساعة 12 السبت اللي جاي احنا اتفقى هكون هعمل حاجة يبقى مستقبل مستمر تمام will be fishing وتتأكد ان fishing ده فعل يبنى الاستمرار آه عشان بعد كده ممكن نغير يعني لو الفعل ده لا يبنى الاستمرار رغم النجاب جملة add 12 o'clock هنضطر نجيب زمن تاني من أزمنة المستقبل تمام كده غير المستقبل مستمر رقم 45 no sooner had the match ended يعني بمجرد من خلص المatch the players went out of the pitch اللعبة خرجت من الملعب يبقى هنا اللي جابة than احنا قلنا الرابط ما بين no sooner والجملتين يعني الجملة اللي بعد no sooner والجملتين اللي بعدها than وheartedly scarcely بتاخد win رقم 46 I can give you I can give your message to Farida I space her later on today انا اقدر ادي رسالتك لفريدة انا هشوفها النهاردة تمام يعني واضح جدا ان بيشوفها احنا قلنا ممكن استخدم المستقبل المستمر للتعبير عن حدث سيكون او سيحدث سيكون مستمرا في وقت محدد في المستقبل كنتيجة لروتين شغله كده يعني يبقى will be seeing her تمام طبعا will see كانت تمشي لذلك ما جابش will see خالص لكن will have seen صعبة شوي تمام will be seeing نتيجة لروتين رقم 47 why are you carrying those bags ليه انت شالي شنط دي I know at shopping فقال له انا رايح اتسوق يبقى فيه ترتيب للأحداث فيه ترتيب اهنا مش ترتيب احداث يعني اللي هون ماضي تمام منه بسيط لأنه اصلي فيه ترتيب او اعداد يعني تمام انه يروح التسوق اذا هتبقى مضارع مستمر طبعا انا عند اتنين مضارع مستمر يا مستر ببساطة هتبقى لإيجاب I am going عشان التعبير الاصلي اسمه go shopping فلما حط في المضارع المستمر I am going ما بتاخدش to يبقى shopping ما بتاخدش to go shopping هتبقى I am going shopping رقم 48 while not at the room my sister found her ring احنا اتفقنا ان while اللي هي هتلتة اشكال اول شكل معايا الجملة اللي هي يكون فاعل ويمضي مستمر ولو الفعل ده لابنا الاستمرار يبقى فاعل ويمضي بسيط والشكل التالت اللي هي بقى اللي هو نعوض كل ده تمام بايه بجيراند اللي هو الverb منضف له I am يبقى الإجابة while cleaning طبعا يا مستر مش هتمشي وزاكل عشان ما فيش فاعلها رقم 49 I am not working so late I am really tired لو انا قلت تعويت I am used to working so late يعني متعويت ومزلت متعويت عالصهر والشغل لغات وقت متأخر ما كانش يقول I am really tired يبقى متعويت شي بقى تمام يبقى I am not used to As soon as بمجرد I space getting ready I'll go to the party ترتيب احداث في الحاضر المستقبل اهو في زمن مستقبل معنا يبقى عايزين مضارع تام او مضارع بسيط المتواجد المضارع التام فقط وليس بسيط طب ممكن الاثنين يجوا مع بعض يا مستر يعني ممكن الجملة كده تبقى finish وhave finished مستحيل لو جت هيخليها لك finish مثلا على السم مش هتمش معايا تمام كده وضحت وكده خلصنا general exercises السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته